قال يوسف لأبيه يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لسالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمد نواف نعمك ويكافئ مزيدك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الطيبات ونحن نلتقي معكم في لقاء يتجدد من خلال برنامج رؤياك نستقبل في هذه الحلقة كالمعتاد اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة ثم نقوم بتفسيرها وتعبيرها مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه ودعاؤنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين إنك أنت الفتاح العليم وبعد حياكم الله من جزيز أحبة الأكارم كالمعتاد في بداية كل حلقة أن نتناول بعض مفردات التفسير والتعبير التي يتساءل الكثير مننا عن تفسيرها وعن تعبيرها ونتناول اليوم قبل أن نستقبل الاتصالات إن كان في الوقت متسع المفردات التي لها صلة بالمبشرات لها صلة بالمبشرات الكثير مننا ينتظر بشارة إما بنجاح طالب أو بعودة غائب أو بتيسير على معسر أو بإطلاق أسير أو بشفاء مريض أو بأن يبشر بالذرية أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يحتاجه الإنسان في عاجل أمره أو في آجله في دنياه أو في أخراه وتبقى الرؤية الصالحة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فالرؤية الصالحة هي مبشرات وبشارات يراها المؤمن في حق نفسه أو في حق غيره ويراها غيرك في حق نفسه أو في حقك أنت خاصة أو عامة فما هي الرؤى التي تأتي فيها البشارات والتي تأتي فيها المبشرات لا شك أنها كثيرة فمنها ما تأتي فيه البشارة في أمور الدين أو في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة ومنها رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل رؤية مثلا يوسف عليه السلام مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مثل رؤية غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورؤية الصالحين والعارفين من هذه الأمة من زمن الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة المجتهدين إلى قيام الساعة تبقى الرؤية الصالحة هي مبشرات كما وصفها سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم المبشرات والبشارات في الرؤية تأتي كثيرة أحيانا تأتيك بشارات تدل على الرزق سواء كان من مصدره المعلوم المفهوم أو من حيث لا تحتسب يعني أحيانا ترى رؤية تدل على أرزاق قادمة لكنها من طريق معتادة كما هو الحال بالنسبة للمرتب الشهري كما هو الحال بالنسبة لعائدات التجارة وغيرها الأرباح المألوفة المعروفة لكن أحيانا ترى رؤية تدل على الرزق من حيث لا تحتسب على سبيل المثال ما يدل على الرزق من حيث لا تحتسب أحيانا يدل عليه أمور كثيرة منها قول الله عز وجل في حق مريم فكانت كرامة في حقها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فهي هزت جذع النخلة وجذع النخلة المعتاد أنه لا يزهر وأنه لا يثمر وأنه لا ينتج رطبا ولا غير ذلك من أنواع التمر لأنه تحول إلى جذع يابس لا حياة فيه لكن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال عن الرزق سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها في حق الذرية نحن نرزقكم وإياهم في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم في آية أخرى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيم لكن هناك آيات تدل على ماذا؟ الرزق من حيث لا تحتسب ومن يتق الله يجعلهم أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم معنا اتصال أخت نور من بغداد تفضلي أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلي أخت نور الحمد لله الله يحفظكم يبارك بكم يا مرحبا شيخنا رب سمحت إحنا قبل فترة قعدنا بيكنا الجديد يعني بنا أخلصنا نعم ولقينا مثل يعني كيس وراء الباب يعني مخيط بقصة الخضرة وبمثل أتراب الأسود مخيط بقطعة خضرة وبعض شنو بمثل أتراب الأسود نعم فالعنوالي تفل صلات الاستخارجية قبل سبوة سبوعين ايه فحلمت إنه تتفتح باب المطبخ يمتسلكم بيه الكيس بلوئي وملكت برس موجود صغير جدا شنو لقيت عفوان برس برس بيت أبو برس ها ها نعم ايه تمام صغير جدا إدول ضرب بحي نعم إدول مات إدول يعني باواحد مات الثاني لقيت أكو أكثر من عند حجمي ثنين مهم نعم إدول واحد مضرب على راسي والثاني مشقوق بطني مهم نعم إدول ضرب الصاف نادول ما نقرشي سويدو طلعتني فور يعني مسافة عن هدولي قيت تراجل جاعد على الكرسي ويبتسني من بعيد مهم نعم إدول فور ما عرفت يعني نعم طيب نعم هذا البيت سكنتو بي جديد اي 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 افتقني اي صار مشهرا يكتر شهر يعني لا قد رعتكم فد مشكلة شيء مع بعض أقاربكم أو جيرانكم اي والله شيخني يعني منك هبني احني مش فنيون بي راحة وخير يعني مشاكل وأن الله يبعدكم عنها أصلا بي ربيح نعم نعم حول القوت الله بالله إن شاء الله يصلح حالكم يصلح بالكم أبشر يخت نور إن شاء الله تسمعيني الجواب إن شاء الله شكرا شيخ نور وجزاكم ألف خير وجزاكم حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله نعم نعم حباب الكرام فقلنا المبشرات تأتي أحيانا ترى يعني كما هو حل مريم عليه السلام أنها الله عز وجل وجهها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنية فأنت أحيانا ترى رؤيا أنك يعني أنه يأتيك رزق لكن من طريق غير معتاد كما أنك ترى مثلا أن السماء تمطر مثلا ذهبا أو تمطر فضة أو أن الأرض تخرج مثلا كماء أو غير ذلك مثلا من أنواع التي يعني في المعتاد أنها هي غير متوفرة دائما فهي تدل على ماذا على أرزاق من حيث لا تحتسب والله أعلم نعم معنا اتصال الأخذ السمية من سامرة تفضلي وعليكم السلام من سامرة شيخ عبد السلام هيدي أربحاريات نعم سبقه الله نعم 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 سبقه الله نعم نعم سبحان الله أعني خطينا الحراسى وع hack with one of my friends. أصبح مع تع Monate diciendo Nll Machine . Rather in Allah California... one of my friends is їсти��고 and tell him to be bold too. and there's no signs. certain you can't recommend it. Yes, machine Ellie. yeah, see you. Yes, machine Ellie. She's the voice of my friends. she needs to be Lord, he is amazing. ماذا ترى؟ مرطخول رؤية الثالثة مرطخول مرطخول تراجعه الأسلوب أخبر دعوه حب المنحلات ما هذا يحب مرطخول لأنهم مرطخول لأنهم يأتي بلتطار وغيرهم لا تأكلها بعدها لا تأكلها ترادك كثير زين والدتش على قيد الحياة لو ميتها طيبة زين زوجة أخوك اللي شافت أنه أخوك يعني زوجها هو اللي جاب لها الثوب الأخضر زوجة أخو زوجة أخو اللي هي جاب لها الثوب الأخضر طيب زوجة أخو اللي هي تشنتكم يعني هي طالبة معلوم حجية هي زوجة أخوك هذه طالبة ماش حجية انتهينا من النفنوف مو طالبة طيب زين هو يعني زوج أو أخو زوجها شنو مجال عملها أخو أخو راجلها شنو شنو مجال عمله والله عنده محال عنده محال أخو يا محال ملابس أخو الشها التفسير ما لها سهل لعد إن شاء الله نعم طيب هب شريح الجيه حياة الله حياة الله يا مرحبا معانا الأخ خضر من الموصل فضل الساد خضر أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياة الله أخي الحبيب شيخي بس أريد الجرب منو بالرؤية الجرب في الرؤية نعم واحد يعني لا في لفظة لشتو جرب في الرؤية نعم والسؤال الثاني الملابس البيض في الرؤية شنو الملابس البيضاء في حق الحي أم الميت لا لا حي حي طيب ايه وذاني في برؤية همي أنا واحد يقول أخوه يقول بل برؤية الكلاب يقول مطوقة يقول يقول سعب أردية نعم كلاب كلاب يقول يقول برؤية يعني تاكل من جسده ها يعني يقول لك الكلاب تعظى ولا تاكل منه ولا شنو يعني لا لا تاكل منه مم ايه زين بالنسبة لأخوك أخوك شون التزام الديني أخ خضر ها التزام الديني جيد ولا ضعيف لا لا جيد جيد اي اي نعم طيب زين أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله حياك الله يا مرحب يا مرحب معنا لأخو تشهد من الأنبار وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أخو تشهد شيخ هالحلية عندي صحن صحن الطرفوي يعني معروض ايه نعم بسماء وهذا حلم بعدما ودحب علي يعني حلم بعد ذهبي هو بالسماء موجود شوفينا وبعد شنو ايه شوفه بسماء موجود ايه وبعد لحظة انتي متزوج اخذ شهد لا لا بعدني ما موجود زين بالنسبة شونكم يا الصداقات يعني انت دائما من تطبخين تنطيل للجيران للأقارب الأحد أو كذا لور مروح السيخ ما ارتفع يعني ها لا لا ما ارتفع للجيران يعني ما ارتفع ها ما اكو تواصل مع الجيران لا خير خير ان شاء الله خير نعم 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 منو قال ما تاخذينه نعم 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 طيب انتي اكو ايجا صار مشروع زواج وانتي الوالدة رفضته القارب ما دم الشيخ يعني على اساس يجونوا بعدين هم ما اجوا اصلا لا لا ما دم الوالدة ما كانت مقتنعة بيهم اصلا لا لا مقتنعة مقتنعة خير 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 ان شاء الله ابشري ابشري شكرا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله معنا اتصال من صلاح الدين منو هلو اخ جاسم اتفضل الله يساعدك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا عندي اخوي حلمان برحلم برحيا يعني نعم منطينا وراغ اثنين وخاتم على وراغ اثنين نعم خاتم واحدة بسم ابنه نعم بسم ابنته والخاتمة الاخرى بسم واحد خاتم ما يعرف يعني بسمه نعم زين اخ جاسم اخوك موجود على قيد الحياة نعم اخوك موجود لهذا يمي قاعد هو شاف الرؤية مو ايه هو شاف الرؤية منطينا وراغ اثنين وقالي لها تختم هذه ختمة بسم بنتك ايه نعم نعم زين بنت بنت بسن الزواج يعني اخ جاسم بنت اخوك يعني هي بسن الزواج زوجها اكو حد خطبها او شي لا عمرها خمس سنوات خمس سنوات ثمانية ثمانية تقريبا اهه ثمانية طيب ابشر ابشر ان شاء الله لا لا بعدها جاهل هي معلوم معلوم نعم طيب طيب ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله زين عفوا اخ جاسم سؤال اخير بالنسبة لهاي بنت اخوك هي الاخيرة من اولاده يعني ولا عندها اولاد اصغر منها عند نعم عند اصغر منها لا لا هيا كبيرة هي ها يعني عند اصغر منها نعم طيب طيب نعم نعم ابشر ابشر ان شاء الله تسمع الجواب حياك الله يا مرحبا نعم ما عن اتصال ولا ما فقم البشارات كثيرة التي راه المسلم في الرؤية على اعتبار ان الرؤية الصالحة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة الى المبشرات قال وما المبشرات الرسول قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن او ترا له فاحيانا نرى رؤية فيها بشارات بالرزق على اعتبار ان هذا امر هو محط اهتمام كل انسان صغيرا كان او كبيرا غنيا كان او فقيرا رجل كان او مرأة يهتم بقضية الرزق فيراء رؤية إن شاء الله فيها بشارات بالرزق نعم معنا تصال أخونا أحمد فضل من صلاح الدين فضل أخي أحمد نعم فضل أسمعك نعم وعليك بالسلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أخي رأى رؤية نعم فضل أنه بل يعني واقف على الجرف فتطلع حيا من الأشاط وتلقف بشر وتأكل وتأكل بشر وترجع واقف على الجرف تأكل بشر وبعدين ترجع مرة أخرى يعني أكثر من مرة طلعت من الشاط وأكلت بشر ولا مرة واحدة لا أكثر من مرة يعني بعد 2-3 واقف على الجرف سبحان الله نعم المنطقة محددة أخ أحمد بالرؤية نعم واضي حاجة رفت أطلع من الشاطس الخاف بشر سطر نصحية شبيعة أقصد يعني بنهر الفرات يعني لو نهر ما معلوم بالرؤية لا لا ما محددة طيب حضرتك شنو تشتغل أستاذ أحمد نهر 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 يعني معلوم أستاذ أحمد شنو مجال عملك منتسب ولا طالب ولا كاسب شان حضرتك شنو مجال عملك لا طالب طالب مرحلة أولى طالب زين ذول الناس اللي أكلتهم الحية بالرؤية أنت تعرفهم طالب مرحلة أولى طيب الله يوفقك يفتح عليك إن شاء الله معلوم أحمد أحمد الله يحفظك الناس اللي بالرؤية الحية تاكلهم يعني أنت تعرفهم ولا ناس مجهولين أهلو انقطع تمام طيب طيب نعم انقطع الانتصال من معنا من كاركوك أم سيف تفضلي أهلو تعالى عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا أم سيف تفضلي شيخي شفت بلحل نعم شيخي شفت بلحل معنا الزوجين نعم شيخ نعم شفتاني زوجيني مش بسر عراق مكان مش كل الشلو يعني مثل السحرة عرامة منون عارض وخذي حيتي منون وبيوت حنو بيوت بيوت فوقت كله بيوت وين موجودة نعم نص التلفزيون يا أم سيف حتى اسمعينا من الجوال نص التلفزيون حتى صوت تكون واضح نعم 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 ايه عاموز ايه بصي يا رأى ضعوة عريبة عم با ايه نعم 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 شفت يعني بيوت كل شر ويش كثور واق جدا اقول لزوجي خليزي بيت أباوعة على هاي بيت ما خلاني ينزل أباوعين ما خلاني قال لحنا مستعجنين يريد الروح يريدون شي نعم بس كل شر المكار وقصور يعني بيوت وريد يعني ايه شي فد منظر كل شر خير ان شاء الله انتوا يعني عدكم فد مشروع بي انتقاله في حياتكم يعني انه انتم مفكري انت انتقلون من بيت الى بيت من عمل الى عمل عدنا مناسبة ان شاء الله عدكم مناسبة ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا ام سيف ان شاء الله ابشري ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله نعم ايه ايه بس عدنا مناسبة حياكم الله ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله معنا اتصال اخونا مصطفى من الديوانية تفضل فضل أستاذ مصطفى نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا فضل أخي الحبيب أنا خياكم مصطفى من الدوانية حياكم الله نشرف أخي الحبيب يا مرحبا الله يسلمك ويحفظك أستاذ ظهرت لي رؤية بأن ظهرت لي أخت جديدة ظهرت لي أخت جديدة وأني ما أعرف بيها نعم يعني أخت شقيقة شقيقتي نعم حتى ترتيبها على رأس رضيعتي الثانية نعم وهي بغير محافظة كأنه رايحين زايريها أحنا إلها نعم ومتزوجة هي من عمر صغير يعني من عمره دعا السنة حوالي نعم المشكلة الكل يعرفها بس أنا ما أعرفها بالرؤية يعني أخواتي يعرفونها بس أنا ما أعرفها نعم حتى سألتها أنت يعني ضيرتها السنوات لا جئتني زرتي أهليك لا أعرفت أحد نعم نقول الآن زاوجت وان زايرة يعني ما تعرف طيب نعم خير شون أخي الكريم أستاذ مصطفى يعني أنتم بالواقع أكفت خلي نقول يعني علاقة مصاهرة صارت قريبة بهذه الفترة يعني زوجت أحد من ولدكم زوجت أحد من بناتكم أو تحديدا أحد من أخواتك لا لا ما أعرف فترة الرؤية ما أكو شيء علاقة مصاهرة إلى أقارب زوجتي فقط يعني أبن أبن خالها يعني ولا من أقاربك أنت ماكو شيء بهذه الفترة من أقاربي ماكو طيب أبشر أخي إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله شكرا حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا معنا الأخة أم زهراء من ديالة فضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل أم زهراء شيخ ما شعنا يا كشوف الحمد لله الله يحفظكم بارك الله بكم يا مرحبا أخوة الكريمة أسعد الله أياما في جمعة مباركة اللهم آمين الله يسعدنا وإياكم إن شاء الله بطاعته حياكم الله شفت شفت يا ريت تنصيني التلفزيون ومزهراء وسمعين من الجوال حتى صوتك يكون واضح معنا يا أخي قالي شافت أختي بي يا حلم وقالي لهم شفت بأخوي يا حلم أختي تقول بالحلم شفت بيك لني حياة ملتفة على أي رجليك وإنتي من نهار وهذا النهار يعني الريد إحنا نخالفت من عنده وأنا ما أقدر تقول الحياة يعني عظيمة بشكل وبها فجرس تقول أنا تقربتي تريب تاقلي وجرس مال هيدوك تقول فأنا رحت أصيح أخوي على المدن نقضي كيف منعدها فبأثناء ما راحت جيراننا تخبر هم على أسال زين قدوني راحيني ودون خبر شافوا الخبر مش تمينينا فما أجبهم الخبر رجع الجوة علي ما أقدرهم من بعيد واقفين قلوا ما شفناها عاغينا فما أقدرنا فبأثناء تقول طالع فد رجال واقفين من نهار رجال رفوه التمتقدون تقول ما أعرف باشي تقامي تقبل جاعب أصايا فهي الحياة منك صرحة وطابة بالما يآفتني وقالي شفت بأخولي هم حليا حلم للنبيدي كيلو لحم مع العجل فقالي أقول لهم طياري دي جهالي هو ما يقدر يقول لنا أنا أريد أخذه فأخذ من حديد لحظة أم زهرة لحظة ما رأيته بالرؤية الثانية أنت رأيت أخي وقالي كله نحن فأنا أريد أخذ من جهالي فأخذ من عندي قال لا أنا أريده فثاني مرة رأيت على مطار دراجة نارية وقالي لهم غيم وطاير بي يعني في شكل سريعي سوقدي وحاية فأريدي يروح وصل الوين لحد نهر لما أضع لني نهر الصراط خابط فأيجا يريد يعبر ما يقدر آلي جهة أركض ورا أخاف علي يعني من سرعتها القوية فسويت آلي هي تضربت بالنهر النهر المشرف المي ماضي فهو فات وكان بمأزقي يعني عمونه هي تطاير يخوض صفات أضع نعم أكو فمن ضربت المي مشرف فهو أضع بي نعم نعم أي يا شيخ أتمنع له البرنامج ما أنت في سونا ساعة ساعة ونور الله يحفظكم زهراء جزاكم الله خير إن شد ما نشوفك من من عندك صراحة أحبك بالله يا شيخ الله يبارك بك الله يحبتني إن شاء الله والنور الشاشة الله يعزكم بارك بكم الله يحفظكم زهراء بالسؤال عفوا بالنسبة لأخوتي اللي شفتيه بالرؤيتين الأخيرة الرؤية هو أنه أخذ منك لحم أنت كنتي مغللت الأبنائي شو بالرؤية الثانية اللي هو مثلا خلصتي من المأزق بالنهر أكو بين شو بين الخلاف والله هو أكفت شيء وهو مقاطعني عني أنت متواصل ويا بس هو يقاطع شمو والله حاولت ما خلت فرط طريقة وآخر شيء يعني طاقت مرة بالعالمي مش نعقصي على أن قلت ليا أنا ماردة قاطع أحب ما يريد يعني أغفل أنا شو سوي لبعد خير خير أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله حياكم الله يا مرحبا معنا اتصال أخير من معنا أمعالي تفضلي من صلاح الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله يا أختي يا مرحبا تفضلي أمعالي نعم أنا وزوجي وحماتي وبنتها وقمين على بحر أنت وزوجت وبعد منه وحماتي وبنتها ويا أنا نعم واقفين على بحر والبحر يعني يعني الشبير والشبير الله وصعدنا على التين كوة ونقلب البحر والبحر أخضر يبين حلو نعم هذه هي نعم خير إن شاء الله نعم حاليا أمعالي أنت وزوجت وحماتي وبنتها كلتكم حاليا ببيت واحد ساكنين أي ببيت واحد أكو عندكم فد مشكلة وسرية اجتماعية وتجاوزتوها وحليتوها بهذه الفترة لا الحمد لله ماكو شيء إن شاء الله دائما ماكو نعم خير خير أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله حياكم الله يا مرحبا كنا أكملنا يعني استقبال الاتصالات كافية لهذه الحلقة إن شاء الله نستأذنكم بفاصل ثم نعود للتفسير والتعبير فانتظرونا حياكم الله حياكم الله من جديد كان معنا مجموعة من الاتصالات بدأناها باتصال من الأخت نور من بغداد تقول أنهم يعني انتقلوا إلى بيت جديد فوجدوا في البيت كيسا مخيطا يعني قطعة قماش لونها أخضر قد خيطت بخيط وفي داخلها تراب أسود ثم النومها قد صلت استخارة فرأت في الرؤية أنه هناك يعني في باب المطبخ هناك يعني بعض الحشرات اللي نسمي بالعامية أو بريس أو كذا فقتلته ثم بعد ذلك رأت مرة أخرى يعني اثنين أكبر حجما منه أيضا كلاهما مضروب ورأت رجلا جالسا على كرسي كان يتبسم لها كان يتبسم لها نقول والله تعالى يعني أخذنا نور يعني بداية ينبغي للمسلم أن يحصن نفسه وأن يحصن أهل بيته وأن يحصن بيته بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار ومن رقية شرعية كما هو الحال في آية الكرسي في خواتيم البقرة في المعوذتين في الإخلاص وفي بعض الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها فضائل في تحصين المسلم لنفسه ولبيته ولأهل بيته فوارد أن الإنسان يعني يتعرض لشيء من الأذى إما من أعين الإنس أو أنفس الجان أو من حاسد إذا حسد لذلك جاءت كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكذلك جاءت سورة الناس فكأن سورة الفلق سورة الناس سورة الفلق سورة الفلق استعاذة لأمور خارجية وسورة أندأس استعاذة من أمور داخلية يقول أعوذ برب الناس الله ملك الناس الله إله الناس الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا هو استعاذ من الشيطان ومن شر الشيطان ومن شر الناس والشيطان هو يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم في الجسد إذا غفل إنسان عن ذكر الله وسوس له وإذا نشط الإنسان في ذكر الله خنس هذا الشيطان وتضائل وأصبح صغيرا حقيرا لا يؤذيك بشيء والله تعالى أعلم فالمهم الرؤية يعني تدل على ماذا تدل على ضرورة تحصين البيت حتى ما يعني نحملها أكثر من طاقتها أنه ربما بعض الأقارب أو بعض الجيران أو من معكم لكم معهم مثلا المشاكل أنهم قد عملوا شيئا لكن لابد من الحيطة بداية من أنفسنا أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك مرورا بالشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وصولا إلى العموم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فحتى نتحصل منهم بالله ونستعيذ بالله ونلوذ بالله ونحتمي بالله ونستجير بالله ونتوكل على الله ونفوض أمرنا إلى الله فهو يكفينا وهو يكلأنا وهو يرعانا وهو يحمينا سبحانه وتعالى فما أثر من أذكار الدخول إلى المنزل الخروج من المنزل النوم الاستيقاظ من النوم الأكل الانتهاء من الأكل لبس الثياب خلع الثياب وغير ذلك من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم والاستيقاظ من النوم والصباح والمساء والمناسبة بصورة عامة وكذلك الرقية الشرعية حتى نكون بمأمن إن شاء الله من أعين الإنس وأنفس الجام ومن شر النفاثات في العقد وهو السحر ومن شر حاسد إذا حسد وهو الحسد تمام يا أخو تنور هذا الأمر ضروري الرؤية تدل على أعداء الرؤية لا أقول ما وجدتموه في الواقع ما وجدتموه في الواقع يعني قد يدل على سحر وقد لا يدل على سحر وإنما يدل على شيء من أعمال الشعوة والدجل التي تعاطاها الناس من أخذ تراب بعض القبور يأخذونه بنية مثلا التبرك بهذا الميت فيضعونه في كيس من القماش مثلا أو الجلد ثم يخيطونه ثم يضعونه في عنق الطفل أو في مقدمة السيارة أو في واجهة البيت أو غير ذلك قد يكون هذا أو يكون هذا وفي كل الأمرين الأمر ممنوع وليس بالمشروع والأولى تجنبه لكن الرؤية فيها إشارات أن هناك أعداء يريدون أذيتكم لكن أنتم بفضل التوكل على الله والاعتماد على الله والتحصن بذكر الله وقراءة القرآن وسماعه يكفيكم الله عز وجل شر هؤلاء الأعداء ودليل ذلك أيضا الرجل الذي كان يجلس على الكرسي متبسما هو يدول إن شاء الله على العمل الصالح الذي تعمله الوالدة وتعملونه أنتم فهو ينفعكم بإذن الله عز وجل الأخ السمية من سامرة تقول أن ابنت أختها سبع سنوات يعني كأنها رأت في الرؤية أنها تطرق الباب على السيد عائشة رضي الله عنها فتخرج إليها وهي تلبس ثوبا جميلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفته وهو ممدد وهو ممدد في حجرتي أو في غرفتي نقول إن شاء الله هذه رؤية خير طبعا رؤية الأطفال الصغار إذا كانوا يدركون ما يرونه ويعرفون الأشخاص الذين يسمونهم بأسمائهم سواء كانت في ضمير الرأي أنني رأيت رؤية فكان مرأة التي رأيتها في الرؤية هي السيد عائشة رضي الله عنها الرجل الذي رأيته في الرؤية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية حقيقية إن شاء الله وهي رؤية صالحة خصوصا إذا جاءت مواصفات الشخص الذي رأيته كما هي يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل وكتب السيرة أنه أبيض الوجه مشرئب بحمرة أدعج العينين وأدعج العينين أي أنه شديد بياض العينين شديد سواد العينين فبياض عينيه بياض شديد وسواد عينيه أيضا سواد شديد وكذلك بعيد ما بين المنكبين طويل اللحية يعفو كث اللحية وكانت لحيته سوداء مختطة بشيب قليل وغير ذلك من أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية وكذلك ما يأتي فيه بالرؤية أنه كما وصفه الله عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهيأتي في الرؤية آمرا أو ناهيا أو زاجرا أو مبشرا أو منذرا وغير ذلك فهي إن شاء الله رؤية خير في حق بنت أختك يا أختنا سمية من سامرة الله أعلم تقول أيضا أنها هي وبنت أخيها كانهم رأوا طيرا كانه طير في السماء ثم لما اقتربوا منه كانهم سمعوا من يقول لهم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم أو أنهم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان الرؤية بهذه الصورة أقول إن شاء الله وطائروا خير وطارقوا خير يعني أنكم إن شاء الله تنتظرون خيرا يطرقوا أبوابكم وبشارة تسمعونها بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكعب رضي الله عنه حين قال أفأجعل لك ربع صلاتي قال إن فعلت فهو خير وإن زدت فهو خير لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني قال له ربع صلاتك يعني ربع دعائك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لكن إن زدت فهو أفضل قال نصف صلاتي آخر شيء قال أفأجعل لك صلاتي كلها يعني أجعل دعائي كله حين أرفع يدي للدعاء والطلب من الله عز وجل أجعل كل الدعاء صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك فإن شاء الله يعني هذا خير تنتظرونه وبشارة تسمعونها إن شاء الله ببركة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا المكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وجدوا من حلاوة ومن طلاوة ومن آثار طيبة ومن ثمار مباركة ببركة إكثارهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم من هم زال وكم من غم رحل وكم من دين سدد وكم من غائب عاد وكم من أسير أطلق وكم من عسير عاد يسيرا بإذن الله عز وجل ببركة الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرؤية الثالثة أيضا تقول أنها هي وزوجة أخوها يعني كأنها اشترت لها ثوبا أخضر جميل جدا اشتراه لها أخو زوجها طبعا أخو زوجها ويشتغل محل ملابس فهذا وارد هيش رؤية أنه تكون من حديث النفس على اعتبار أنه أنا اليوم حماي أخو زوجي يشتغل محل ملابس فأحيانا أنا أطلع أنه مثلا يهدي لهدية أو أنه يشتري لي شيء أو أنه زوجي يشتري لي من يمه إذا ما حصل هذا في عالم المشاهدة في الواقع فقد أراه في الرؤية كما يقال إذا تمنيت بات الليلة متمنيا إن المنا رأس مال المفاليسي أو يقول آخر وإني لا عشق النوم في غير حينه لعل لقاء في المنام يكون فأحيانا الإنسان يتمنى شيء وإن كان من متاع الدنيا أن يتحقق في الواقع لكنه لا يتحقق في رأه في الرؤية فتكون هذه الرؤية مؤانسة له هذا من ناحية لكن إن اعتبرناها رؤية وليست حديث نفس فتكون فيها دلالة أن الملابس إما أن تدل على الزوج إن لم تكون متزوجة فهي تدل على الزوج لأن الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتوا نباس لهم وحيانا تدل على التقوى أنه يكون سبب في تقواك وصلاحك ينصحك يرشذك يوجهك والله عز وجل يقول ولباس التقوى ذلك خير وأحيانا يدل على العلم أو على الدين كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يلبسون قمصا مختلفة القياسات منهم من يبلغ إلى ثديه ومنهم من يبلغ إلى سرتي ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ورأى عمر من الخطاب رضي الله عنه يلبس قميصا يجره جرا فأول ذلك عليه الصلاة والسلام بالدين أو بالعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ففي كل الأحوال إن لم تكن متزوجة فقد يكون هو سببا في زواجك أو أنه يعني يذكرك لأحد من أقاربه فيقدر الله عز وجل لك زواجا بسببه وإن كنت متزوجة فقد يكون له أثر في التزامك الديني أو في نصيحة لك أو توجيه أو موعظة أو تذكير والله تعالى أعلم الأخ خضر من الموصل يقول طبعا أيضا ذكرة رؤية رابعة أن أمها قد أعطت لها برتقالة لكن قالت لها لا تأكلها الآن ستأكلينها فيما بعد فهذا إن شاء الله قد تدل على أرزاق مستقبلية يقدرها الله عز وجل لك وقد تكون سببها الأم ببركة برها أو ببركة دعائها أو حسن معاملتك لها الله أعلم لكن إن شاء الله هو خير أخونا خضر من الموصل يقول ما هو تفسير الجرب في الرؤيا يعني وهو مرض من الأمراض الجلدية أحيانا الجرب أخونا خضر الله أعلم أحيانا الجرب يدل على الفقر وكلة ذات اليد وكلة ذات اليد والله تعالى أعلم الملابس البيضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيضاء تلبسونها وتكفنون بها موتاكم فهي من خير الثياب التي يلبسها الحي والتي يكفن بها الميت فالملابس البيضاء في حق الحي إن شاء الله قد تدل على زواجه إن كان أعزب وإن كان متزوجا فهي إن شاء الله تدل على تمام دينه وعلى صلاحه وتقواه والله تعالى أعلم يقول أيضا بالرؤية رأى كأن كلابا أجلكم الله يعني تلاحقه وتعظه وتأكله من جسده هذا في حق أخيه يعني في حق أخو أخونا خضر أجلكم الله الكلاب تدل على الأعداء تدل على الأعداء وكلما كان نيلها منه في الرؤية أكثر كلما يدل على أن أعداء لك قد ينالون منك أكثر ودائما أقول أنا نبدأ بأقرب الأعداء إلينا وهي النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فإعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك وأحيانا يكون الشيطان وأحيانا يكون رفقة السوء الذين قد تأمن جانبهم لكنهم يؤثرون عليك عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي يعني المرء على دين خليلي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل فقد تدل على ذلك والله تعالى أعلم جنبنا الله وإياكم السوء وكفانا الله وإياكم شر أنفسنا وشر الأشرار يخذ شاهدنا الأنبار تقول كأنه كان عندي صحن فرأيت هذا الصحن كأنه في السماء كأن الصحن في السماء الله عز وجل عن ذكر عن العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه والماعون يعني هو إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإطعام إشارة إلى الإطعام وكونه في السماء إشارة إلى الإدخار إدخار الأجر في الآخرة الله عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فمنع الماعون هو عبارة عن منع الإطعام لأننا لا أحتاج الماعون ولكن نحتاج التمر الذي فيه أو الخبز الذي فيه أو السمن الذي فيه فهي إشارة والله تعالى أعلم إلى قضية إطعام الطعام يا أختنا شهد من الأنبار وكأنها إشارة لك ودعو لك إلى الصدقة لأنه ما تتصدقين به في حياتك سيدخره الله لك بعد وفاتك والله عز وجل يقول وما تنفق من شيء فهو يعلمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر ويقول عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات يعني لا تحقرين أن تساعدين جارتك بشيء وإن كان هذا الشيء يعني تافها أو حقيرا أو لا قيمة له لأن ذلك ينفعك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر ولو بنصف تمر والله تعالى أعلم كان معنا الأخت أيضا الأخت شهد أيضا تقول رأيت فروقي أن يلبسوا حذان لكنه كان ضيق ثم بعد ذلك دخلت قدمي فيه إلا أن أمي لم تكن توافقني على شرائه أقول والله تعالى أعلم قد يكون هذا مشروع زواج تقتنعين فيه بعض الشيء لكن الوالدة لا تقتنع فيه وأنا أنصحك أن لا تقدمين على الموافقة في زواج إلا بعد صلاة الاستخارة وبعد استشارة الوالدة والوالد ومن يهمه أمرك حتى لا يكون قرارك عاطفيا قلبيا محضا وإنما تحكمينه من خلال الشريعة ومن ثم من خلال الاستشارة والاستخارة وتحكيم العقل والمنطق ليس القلب وحده والله أعلم أخونا جاسم من صلاح الدين يقول أن أخاه رأى في الرؤية أنهم أعطوه ورقتين أو ورقة أو مجموعة أوراق ختم عليها ختما باسم ابنته وختما باسم شخص لا يعرفه أقول والله تعالى أعلم يعني الختم أحيانا كما قلنا في حق البنت أحيانا يدل إن كانت هي آخر المطاف في الذرية رب العالم قال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فأحيانا يدل على نهاية الشيء أو ختام الشيء وأن تقول أنها لم تكن هي آخر الذرية فقد يدل في المستقبل والله تعالى أعلم على قضية موافقتك على عقد الزواج فأنت تختم لها وتختم لشخص آخر ما زال هذا الشخص مجهولا والبنت ما زال الصغيرة إلا أنه هذا أمر مستقبلي نسأل الله أن يقدره على خير وأن يسره على خير هذا والله تعالى أعلم أخونا أحمد من صلاح الدين يقول أنه رأى في الرؤية أنه كان يقف على شفا أو على جرف نهر كانت هناك حية عظيمة تخرج من هذا النهر تأكل من الناس ثم تعود ثم تخرج مرة أخرى هذه الحية والله تعالى أعلم هي تدل على فتنة هذه الفتنة كأنها تتجدد للناس وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن أنه من ضمن صفات الفتن أنها يرقق بعضها بعضا وأيضا من ضمن صفاتها أنه كلما يقول الناس أنها قد انتهت تخرج مرة أخرى أو تتجدد لهم مرة أخرى والدنيا هي دار ابتلاء ودار اختبار ودار فتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن لمن جنب الفتن فهذه الحية التي تخرج من النهر هي عبارة عن فتنة تأكل الناس يتهافت فيها الناس ويتساقط فيها الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصف الفتن إلا أنكم تقحمون من يدي وأنا آخذ بحجزكم يعني أنا آخذ بعقد سراويلكم حتى لا تسقطون في نيران الفتن وكذلك كونها في النهر تحديدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حق نهر الفرات الذي جرت على يعني ضفتيه من الفتن الكثيرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى قبل أشهر وقبل أعوام من ساعتنا هذه هناك دماء تراك على ضفة نهر الفرات أو على ضفة نهر تجلة أو غيرها من الأنهار وذكر أيضا أن الفرات يحصر عن جبل من ذهب تقتتل عليه فئتين عظيمتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهي دعوة لنا أن نعرف الفتن ثم أن نتجنبها عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه أم سيف من كاركوك يعني يمكن الوقت ما رح يكفي للتفسير لكن فسر هذا آخر رؤية أم سيف من كاركوك تقول رأيت أنا وزوجي كأننا نسير في طريق كانت الطريق جميلة جدا ويعني على جبل وألوان كأنها ألوان يعني القوس قزح كما يقال في سيارة وكنت أروم النزول للنظر لكن زوجي قال نحن مستعجلون نقول يا أخذنا أم سيف والله تعالى أعلم الرؤية تدل على انتقالكم من حال إلى حال لأن السيارة تدل على السفر أو على المسير أو على الانتقال من حال إلى حال من بيت إلى بيت من العزوبية للزواج من المرض إلى العافية من العسر إلى اليسر إلى آخر ذلك والله تعالى أعلم إلى هذا الحد إن شاء الله نكتفي بالتفسير وما تبقى من الرؤى يمكن أن نحتفظ بها إلى الحلقة القادمة لأن الوقت قد داركنا ودقائق الحلقة قد انتهت حتى نلقاكم على خير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يوسف لأبيه يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لسالدي اشتركوا في القناة